اهتمام كبير توليه الدولة المصرية للحرف اليدوية بمختلف المحافظات من خلال العديد من الأنشطة مثل المعارض ومراكز التدريب وغيرها لتوفير فرص العمل للشباب والسيدات وتأتي محافظة الوادي الجديد على رأس المحافظات التي تشتهر بحرف تراثية كثيرة ومتنوعة أولتها الدولة اهتماما خاصا لما تتميز به من إتقان وفنون يجب الحفاظ عليها من الاندثار للمزيد نتابعة التقرير باستخدام مهارتهن الذهنية واليدوية وبخامات أولية متوفرة في البيئة المحلية أو المستوردة تبدع السيدات في الواحات في صناعة السجاد اليدوي والكليم التي تحتل مكانة كبيرة في طراث محافظة الوادي اليديد هنا عندنا هنا حرفة السجاد وحرفة الكليم عندنا في مركز التدريب مدربات من الواحات هنا بيدربوا على الحرفة بنعمل الشغل الواحاتي رسومات وحاتية بنعمل تقنيات حسب الديزاين المطلوب مثلا منينا ممكن بننفذه برضو عندنا السجاد بنشتغل بالصوف الطبيعي وبنشتغل بالصوف اللي هو بنشتغل بالحرير برضو عندنا سجاد الحرير عندنا الكليم بنشتغل بأصايص الأماش وبرضو بنشتغل بالصوف وحدات برضو زهرفية من الواحات بنطلع أشكال جميلة وبتنزل معارض في على مستوى ربوع مصر المحافظة تشتهر أيضا بالحرف التراثية المميزة مثل الخزف والفخار كما تشهد اهتماما كبيرا بصناعة الكليم والسجاد اليدوي للحفاظ على التراث الشعبي بالإضافة لتوفير فرص عمل للسيدات حيث إن تلك الصناعة يعتمد عليها مئات السيدات والأهالي بقرى الوادي الجديد جيت هناك تدربت بقى لكذا سنة وبعدين دلوقتي بقينا مدربين يعني أي حد بيجي عندينا هناك في المركز بنقدر أن نحن ندربهم يعني ونعلمهم ويستخدمنا في صناعة السجاد اليدوي الصوف والحريرة والقطن ونولا مصنوعا من الخشب وباستخدام تلك الخامات والأدوات تبدأ النساء في إنتاج أشكال هندسية مستوحات من الحياة الواحاتية التي تعبر عن البيئة سواء زراعية أو بدوية أو ريفية وتستغرق السجادة الواحدة نحو ثلاثة أشهر بحسب عدد العاملين لتخرج بأشكالها الجميلة المختلفة كما تتميز تلك الصناعة بقوتها ومتانتها لكونها لا تدخل فيها مواد بلاستيكية محافظة الواد الجديد حرصت على إحياء صناعات الحراف اليدوية والتراثية وحمايتها من الاندثار عن طريق نقل المهارات الحرفية إلى الأجيال الشابة لضمان بقاء هذه الحراف والاستفادة منها